طبق الوسطى الحقيقة لو حضرتك ذكرت عنوين هامة جدا ولكنها عنوين عريضة والمعنى بها اكتر يمكن اللي خارج السندوق اللي شايف الاقام بنسبة المتعلقة بالمشاريع القومية والاستثمارات للدولة ونسبة النموة ولكن نسبة يمكن لحضرتك ذكرتو اللي هم المواطن بشكل مباشر طبعا يهم المواطن نسبة البطالة ايه تاني متعلق بشكل مباشر هم ما بيترجمش الارقام دي وستاذ اندي في درجات من الاهتمام ما هو عارف الارقام الناس لا بتاكلش ارقام بالزبط الناس بتاكل مستوى من الحياة في فترة من الفترات امر طبيعي ان المرحلة الاولى اللي هي مسمى التثبيت المالي والنقضي الحقيقة وده كلام قاله الرئيس سيسي اكتر من مرة تحملته الجالبية العظمى من الشعب المصري ولكي اكون اكتر وضوحا مصري لو قلنا فيها مئة مليون هي اكتر من مئة مليون فيها تسعين مليون تحملوا تحملوا دفعوا اعباء هذا التحول انه ترتب على هذا التحول انه يعني بعد بعد ما الدولار كان بكذا الدولار بقى بكذا والى اخره اضافة لضعف الاجور عموما اضافة لعسوائية سوء العمل كما سبق ان ذكرت اجراءات التنظيمية لتنظيم سوء العمل مطلوبة يعني ما ينفعش مثلا انا اقول وهانا في فرق بين اطلق المساحة لقطاع الخاص لكي يعمل بالضوابط وفي الدنيا كلها احنا ما ننعيدش اختراع العجلة يعني ما ينفعش مثلا ان انا يبقى عندي اكثرية من العاملين عاملين بلا عقود دائمة عقود موقوتة او اكثرية من العاملين بلا تأمينات اجتماعية يعني ايه او اكثرية من العمالة غير الموسمية او العمالة غير الرسمية انا عشان اعمل ده يتطلب الاساس الاقلاع مش عاوز اقول تيك اوف ولا غير تيك اوف انه فكر التحول الاقتصاد اتنين مش بس تأكيد الاستقلال الوطني ولا اولويه التصنيع الشامل ولا كمان رد الاعتبار العدالة الاجتماعية مهم جدا فيه انجازات جرت فيه باب الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية معنى مختلف عن العدالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية حقوق يعني مهما توسعنا في العمل خيري سواء في صورة تنشئ الدولة كتحية صندوق تحية مصر او جمعيات اخرية خيرية اخرى القضية لا تتعلق بالصدقات العرض لا تتعلق بالحقوق لكن ميل الدولة في الفترة اللي فاتت وده لم يكن منه بديل التوسع في الاستثمارات العامة عمل حاجات منها مثلا فيه برنامج تكافل وكرامة مبادرة حياة كريمة بتأتي تحت أي باني أستاذ أنت مبادرة حياة كريمة تأتي تحت بانت جودة الحياة تحسين جودة الحياة للمصارين لأنه الإهمال طويل الأمد يعني شو فيه مشهد مثلا مشهد القطر الاستضام قطار البضائع بحفلتين في كفر العلو وانتش عارف ايه في حلوان شوف المنظر بس يعني انت عندك بلد فيها 357 منطقة عشوائية في كثير من المحافظات انت يعني ايه منطقة عشوائية العشوائيات دي درجات أكثرها خطورة جرت تصدي لها إلى الآن الأكثر خطورة وبمشروعات صارت معروفة وبتمويل من الدولة هنا الاستثمارات العامة فعندك مثلا فكرة البشائر الخير المحروصة الأثمارات أهلينة إلى آخره دي طبعا تطور كبير جدا في تحسين جودة الحياة لقطاع كبير من الشكان لكن المعنى العشوائي بيمتد تقريبا إلى حتى بتطرحات رئيس نفسه إلى 50% من المساكن في البلد يعني فيه مناطق غير مخططة فشوفي حجم الانفاق والاهتمام لما نجي نشوف من 2008 ل2014 كان فيه صندوق تطوير العشوائيات منذ الحادثة الشهيرة بتاعة صخرة الديوئة دي رسميا فيه صندوق تطوير العشوائيات ميزانية صندوق تطوير العشوائيات من 2008 ل2014 كان 652 مليون جنيه في كل هذه السنوات ودبالك من 2014 إلى الآن ماذا جرى انفاق جرى انفاق 1-32 مليار جنيه في العشوائيات الأكثر خطورة تزداد إلى 40 مليار جنيه جرى تخطيط للانفاق في المناطق غير المخططة في البلد عموما مرصود لها 318 مليار جنيه لما تكلمي عن حاجة تانية زي فكرة الأسواق العشوائية ونقلها أو قعدت تخطيطها في نحو 44 مليار جنيه تتكلمي عن مبالغ فلكية قياسا لما كان يرصد من قبل معناها هذا معنى من معاني فكرة مصر الجديدة ترجمة نانسي قنقر